السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه ربكم بخير في الفيديو بتاع نهاردة بازن الله علمك ازاي تشغل باقة الانترنت على راوتر فودافون بعد انتهاء الباقة بسرعة كبيرة طبعا قبل كده كنا نزلنا طريق التشغيل الانترنت بعد انتهاء الباقة على راوتر وي والفيديو ما شاء الله جاب كم كبير من الاعجابات والمشاهدات وكانوا ناس طلبوا مني ان انا نزل الطريقة لراوتر فودافون طيب هنعمل ده مع بعض ازاي لو انت حابب تعرف تابع معايا الفيديو الخطوة الاولانية ان انا هدخل على اللي هو المتجر بتاع جوجل بلاي وبعد كده اجي في خانة البحس اللي فوق ديت هكتب كلمة تي ال اس واضغط على انتر او اضغط على عملية البحس هيزهر معايا التطبيق ده هو التطبيق ده الناس بتقول عليه تطبيق الحاكم طبعا زي ما حدرك شايف لان انا مثبت التطبيق فهو بيقول لي فتح لكن حضرتك عشان انت لسه مثبت اوش فيقول لك تثبيت وبعد عملية التثبيت هتضغط على فتح هيفتح معاك التطبيق بالصورة ديت هيبدأ يطلب منك ازونات هبدا اقوله لكي يسمح وقوله سماح وبعد كده اضغط على علامة الصح اللي موجودة فوق تمام كده هوت وبعد كده اختار اللي هو شكل الالم تمام كده هوت وبعد كده اختار طريقة افتراضية وبعد كده اخد ليها طريقة مخصصة وبعد كده اختار اللي هو استخدام مضيف SNI تمام كده وبعد كده هضع هنا رابط آآ ده اللي هيشغل لنا الانترنت بعد انتهاء الباقة. طبعا ان شاء الله انا هتركولك في قلبي صندوق الوصف بتاع الفيديو. بعد ما تضع الرابط هتضغط على علامة الحفز اللي موجودة جنب كلمة طريقة التوصيل. تمام? وبعد كده هنختار كلمة اوتو. ومن اوتو هتضغط على اللي هو تي آآ ربعمية تلاتة واربعين. وبعد كده هتختار اللي هو تطبيق. وبعد كده هتبدأ تضغط على البدء. فالتطبيق هيبدأ يختار لك سيرفر مجاني عشان يشغل لك الانترنت بعد انتهاء الباقة على روتر فودافون. هتضغط على اللي هو البدء. تمام كده هوت. آآ فوقات بيطلب منك ان انت تشاهد اعلان. تمام? وفوقات ما بيطلبش يعني. هو هنا اداني ساعة. طبعا انا هنا بيحذرني من تحميل ملفات التورنت. هضغط على اغلاق. وهنا بيقول لي لو انت حابب تشترك في قناة التليجرام. انا بقول له لا انا مش عايز. زي ما حضراك شايف كده السيرفر اشتغل وهو موجود في المانيا. ومديني ساعة. فوقات بعد انتهاء الساعة بيطلب منك ان ده تشاهد اعلان. بتشاهد الاعلان. بيدي لك بعد كده بعديه اربع ساعات. فما فيش اي مشكلة خالص شاهد الاعلان. طب عايزين نتأكد بقى ان الانترنت شغال بكفاءة. هبدأ افتح عندي اللي هو اليوتيوب. تمام كده هوت. اه ونجرب فيديو كده نشوف الفيديو ده هيشتغل ولا لأ. تمام كده هوت. اه نفتح الفيديو. ونشوف. زي ما حضراك شايف كده الفيديو شغال بكفاءة. تمام كده هوت. انا طبعا اه اخفيت الصوت بتاع الفيديو وقفته. لكن الفيديو شغال بكفاءة. لو رحت على اي فيديو تاني هتلاقي الفيديوهات بتشتغل بمنتهى البساطة. زي ما حضراك شايف كده هجرب فيديو تاني. هيبدأ الفيديو يشتغل. زي ما حضراك شايف. انا طبعا برضه هوقف الصوت. زي ما حضراك شايف كده الفيديوهات شغالة فيش اي مشكلة خالص. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.